سعة داخلية وخارجية حيث خرجت جماهير العاصمة الخرطوم وعدد من المدن السودانية إلى الشوارع احتفالا بتوافق الطرفين حول تشكيل الحكومة الانتقالية اتفاق يأمل الكثيرون في أن يؤدي إلى استقرار الوضاع السياسية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد هذه المرحلة مرحلة جديدة في تاريخ السودان نحن نريد أن نحقق الاقترار الأمني والسياسي وجمع صف الوطني فهذه المرحلة لازم يكون فيه التعافي والتصافي والطراد السياسي مرحلة يتطلع إليها السودانيون في استكمال عملية السلام والاستقرار في جميع مناطق النزاع من خلال إلحاق المجموعات المسلحة كافة في العملية السلمية والعمل على تهيئة الأجواء السياسية للتحول الديمقراطي المنشود نحن نرى أن هذا الاتفاق لا بد أن يستكمل لا بد أن يستكمل ليشمل كل الحركات المسلحة ولا بد أن يشمل كل الشباب الثوار بصورة متكاملة نحن نعتبر أن هذه بداية ولكن مهم جدا أن لا يقلق هذا الباب في هذا الجانب ستظهر كثير من النقاط التي هي مطلوبة لأن هذه قضايا استراتيجية ومهمة قضايا السلام والاستقرار للبلد لذا في المرحلة القادمة تتطلب ضرورة الإسراع في تكوين هياكل الفترة الانتقالية بعد اتفاق الطرفين والشروع في معالية الكثير من الأمور الحالية التي يعاني منها المواطن تمهيدا للانطلاق نحو التنمية والبناء